اشتركوا في القناة وقد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ويأتي استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد لرؤساء الاتحادات الرياضية في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية والرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة في سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات في القطاع الرياضي بالمملكة وفي بداية اللقاء رحب سموه برؤساء الاتحادات مؤكدا سموه على الدور الكبير لمجالس إدارات اتحادات المبارزة ورفع الأثقال وكمال الأجسام واللياقة البدنية نحو تحقيق أمال وطموحات منتسبيها من أجل الوصول إلى التطوير المنشود بعدها طلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية التي ستنفذها الاتحادات خلال الفترة المقبلة بهدف رفع مستوى الألعاب الرياضية بما يضمن تهيئة الأجواء المثالية للرياضيين للاستعداد على الشكل التي يدفعها على المشاركة المشرفة والمنافسة على إحراز النتائج المتميزة حثا سموه على مواصلة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين على الشكل الذي يسهم في تحقيق النجاحات في القطاع الرياضي من جانبهم عبر رؤساء اتحادات المبارزة ورفع الأثقال وكمال الأجسام واللياقة البدنية عن تقديرهم الكبير لسموه مشيرين بالجهود المميزة التي يبذلها سموه للارتقاء بالمنظومة الرياضية مشيرين إلى أن الاتحادات وضعوا نصب أعينهم العمل على تنفيذ كل ما يتماشى مع السياسات التي رسمتها العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير الرياضات ودعم مسيرتهم عبر رفع مستوى الكوادر الإدارية والفنية وتوسيع قاعدتهم من أجل مستقبل أفضل لهذه الألعاب الرياضية الحمد لله اليوم توفقنا باللغاء سمو الشيخ خالد الحفوة وهذه الأفتة طيبة منه أن يكون يعني يطلع على استعداداتنا وتجهيزات الاتحاد البحريني للمبارزة وهذه يدل على حرصة دائمة على متابعة الاتحادات وهذا وإحنا اليوم ساعدين باللغاء سموه تشرفنا اليوم بمقاملة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الله يطول بعمره ما قصر على هالمبادرة الطيبة نظر في جميع مواضيع الاتحاد وبادر في الدعم وبإذن الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن سموه اشتركوا في القناة